وجه قداسة الباب فرانسيس نداءً إنسانياً في ظل ما يحصل في الأرض المقدسة وخاصة في غزة من صراع بالسلاح والعنف والموت وقال قداسته علينا أن ننفتح إلى الحوار فوراً داعياً إلى وقف كل أعمال السلاح المبنية على الكرهية وروح الانتقام وأوضح قداسته أن السلام يجب أن يبنى على الاحترام وعلى الحوار الذي وحده سيقود إلى الحل الذي نريده في الأرض المقدسة حتى يكون الجميع بنات سلام وعدالة يفضي بالنهاية إلى العيش المشترك وكان البابا فرانسيس طالب في وقت سابق الأطراف المتنازعة بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة